بسم الله هنشرح في الفيديو ده الواحدة التمنى من صف 11 متقدم فيزياء الواحدة دي بتتكلم عن الأجسام الجاسئة فتعالوا نشوف ايه الحاجات اللي عايزنا نركز عليها او نعرفها في الواحدة دي والهيكل السنة دي طالب جزء وسيط جدا اللي هو اول درس بس طيب تعالوا نشوف يعني ايه اجسام جاسئة اول حاجة في الواحدة دي عايزنا نعرفها هو مصطلح جديد اسمه مركز الكتلة ايه هو مركز الكتلة تعالوا نحكي دقتين كده نشوف نفهم الاول يعني ايه المصطلح ده وبعد كده نشوف التعريف بتاعه طيب احنا دلوقتي لو مثلا في رياضة زي كرة القدم فمن قوانين كرة القدم ان الكورة ما بتتحسبش قوت او ما بتتحسبش جول غير لو الكورة عدت بكامل محطها يعني ايه يعني لو الكورة بس وصلت كده يبقى الكورة دي ما بتحسبش جول او قوت ومال لازم تعدي بكامل محطة فلو اقولتلك ان احنا مثلا في كرة القدم عايزين نشيل الكورة دي كلها ونعبر عنها بنقطة واحدة بس هل النقطة ديت هتكون نقطة في منتصف الكورة ولا في اول الكورة ولا في اخر الكورة بالضبط هتكون في اخر الكورة لان دي هي النقطة اللي تهمني سواء اوت او جول ان النقطة ديت لو عدت الخط يبقى الكورة كلها عدت فتتحسب هدف كذلك في زباق العربيات هل ان نقطة اللي اعمUI في العربية فممكن اى شيل العربية دي كلها وعبر عنها بنقطة بس تمام هي مقدمة العربية لان اللي بيتحسب الفائز هو من ؟ هو اول واحد مقدمة عربيته بتعدي خط النهيجة فممكن اشيل العربية دي كلها وعبر عنها بنقطة هي مقدمة العربية طيب كذلك في الاكسام لو انا عايز عبر عن كتلتها هل ممكن اشيل الجسم كله وعبر عنه بنقطة واحدة بس فبنقول اه هي دي النقطة اللي بنسميها مركز الكتلة يعني ايه يعني كتلة كل الجسم ده متركزة في نقطة واحدة طب احنا مثلا كبني قدمين النقطة دي متركزة فين او فين في جسمنا هي اسفل الصرة شوية او عند اخر العمود الفقري في الظهر طيب معلومة جانبية كده ايه فايدة مركز الكتلة بنقول مركز الكتلة ده هو السبب في الاتزان بس فيه شرطين في الاتزان ان لازم مركز الكتلة ده يكون واقع في محيط القاعدة يعني ايه يعني طول ما انت واقف بشكل مستقيم كده هتبقى متزن امتى بيختل التوازن بتاعنا لو جي واحد زقك فبدأ مركز الكتلة يختل ويقع بر محيط رجلك وبالتالي هتحس ان انت هتقع او مش عارف تتزن وتقف فبنفس الفكرة دي اللي بيعتمد عليها الصيادين على القوارب القوارب دايما بيكون فيه اهتزاز يمين ويسار فالشخص اللي واقف ده دايما مركز الكتلة بتاعه بيتحرك يمين ويسار وبالتالي بتلاقوا دايما وقفة الصيادين ان هو بيبقى موسع القاعدة بتاعت رجله عشان يبقى متزن في كل الحالات بتاعت الاهتزاز بتاعت القارب دي وهكذا في ألعاب ملاهي بيتم برضو بنعتمد فيها على الكونسب دا طيب فأول تعريف معنا هو مركز الكتلة ايه هو مركز الكتلة هو نقطة على الجسم بتتركز فيها كتلة هذا الجسم كله يعني ممكن اشيل الجسم ده كله مرسموش وعبر عنه بنقطة دي اللي كان بيحكي عنها بلكده في المسائل اللي هو جسم نقاطي يعني ايه نقطة يعني اقدر عبر عنه بنقطة والنقطة دي هي اللي بتتركز فيها كتلة الجسم طيب في تعريف تاني هو هو مركز الكتلة اللي هو مركز الثقل ايه هو مركز الثقل؟ هو النقطة اللي في الجسم اللي بتأثر عليها قوة الجاذبية يعني لو جبت مصطرة كده فمركز الكتلة بتاعها هنا فقوة الجاذبية بتأثر على المصطرة كلها في النقطة دي بس اللي هي مركز الكتلة طيب مركز الكتلة ده بيبقى فين يعني لو أنا عندي مصطرة كده المصطرة دي متجنسة أو منتظمة يعني مصنوعة من مادة واحدة يعني الكتافة الكتلية واحدة يعني مصنوع من إزاز فكل جزيئات الإزاز أو الزجاج مترتبة بشكل واحد وبينها مسافات واحدة فالجسم الكتلة متوزعة بشكل متساوي غير مثلا لو جسم جزء منه زجاج وجزء خشب فتوزيع الجسيمات هنا غير هنا فالكتلة مش هتبقى متساوية هنا وهنا فبنسميها كتلة غير متساوية والكسافة الكتلية مش ثابتة طب احنا هنتكلم على الأجسام اللي هي العادية المنتظمة اللي الكسافة الكتلية متوزعة بالتساوي بيكون مركز الكتلة فين يعني ايه مركز الكتلة يعني لو أنت عايز تشتال المصطرة دي بصبع واحد أو بصبعين هتمسكها من فوق كده هتمسكها من أنية حتة من هنا لو مسكتها من هنا هتلاقيها طاحت منك كده ودارت يعني ايه اتزان يعني أنت تمسكها من نفس نقطة مركز الكتلة مركز الكتلة اللي بيأثر فيها الجاذبية لتحت هنا أنت بتمسكها فبتأثر بقوة عكس الجاذبية فالجسم بيتزن زي ما هو طيب لو أنت جيت حطيت ماشبك هنا وجربوا التجربة دي وجيت تمسكها من نص تاني ايه اللي هيحصل هتلاقي المصطرة دارت كده يعني ايه دارت كده معنى كده أن الحتة دي أتقل معنى كده أن انت مش مؤثر في مركز الكتلة فمعنى كده لو أنت جيت تشيلها عشان تخليها متزنة هتحاول أنت تشيلها من مكان أقرب من الجزء اللي كتلته أكبر فلو جيت تشيلها من هنا هتلاقيها تتزن معك فبنقول أن مركز السقل هو النقطة اللي بتتركز عندها قوة الجاذبية اللي بتأثر في الجسم كله وبنقول لو كانت الكثافة الكتلية للجسم ثابتة يعني منتظم فبيكون مركز السقل في المركز الهندسي للجسم يعني لو عندك جسم مربع عايز تشتله بالتزين هتشيله من نص لو جسم مسلس هتشيله من المركز بتاعه اللي هو تقطع الأعمدة وهكذا طيب لو أنا عندي جسمين وليكن جسم كتلة كده وكتلة كده عايز أشيلهم بتوازن فهيجي لسؤال تتوقع أن مركز السقل المشترك ما بينهم هيكون فين أنه نقطة من دول يعني النقطة هنا ولا النقطة هنا ولا النقطة هنا فتبقى النقطة أثنين جسمين طب لو كتلة أكبر من الثانية ها تتوقعوا هنشيلها منين أو مركز الكتلة المشترك هيكون فين بالضبط هيكون أقرب للكتلة الكبيرة فهيكون هنا كده فلازم تشتلها من هنا من مكان أقرب للكتلة الكبيرة عشان تشيلها بالتزان طيب إحنا دلوقتي ناس كبار بنتكلم فيزياء فما ينفعش تقول لي هتبقى أقرب أو أبعد أنا عايز أعرف هي هتبقى فين بالضبط ففي قانون نقدر نجيب به بعد مركز الكتلة المشترك عن مركز أحد الكتلتين إيه هو القانون ده القانون ده بيقول أن R اللي هو بعد مركز الكتلة المشترك يساوي بعد مركز الكتلة الأولى في كتلتها زائد بعد مركز الكتلة الثانية في كتلتها على مجموع الكتلتين طيب لو أنا عندي كتلتين زائد دول ده كده مركز الكتلة الأولى ده كده مركز الكتلة الثانية لو فرضنا أرقام مثلا إن المسافة ما بين مركزي الكتلتين وليكن عشرة متر والR هتبقى على مسافة ما ما بينه طب لو أنا عايز أجيب R ديت على بعد كام أجيبها إزاي فإحنا بنقول دي البعد المركز الكتلة الأولى وبعد مركز الكتلة التانية وده بعد مركز الكتلة المشترك طبعا إيه هو فين نقطة الصفر بتاعتي فلو هو محدد لكش إحداثيات فأنت ليك الحرية أن أنت تفرض نقطة الصفر عند أي نقطة أنت عايزة لو فرضنا مثلا النقطة الصفر عند مركز الكتلة الأولى فمعنى كده إن مركز الكتلة المشترك هيكون وليكن على بعد R من مركز الكتلة الأولى ولكن أخلي بالي المسافات دي دي إزاحات أو باخد في اعتباري الإشارات فمركز الكتلة المشترك يبعد عن نقطة الصفر اللي أنا محددها مسافة R وعلى يسار نقطة الصفر نقطة الصفر دي علي منها موجب على يسارها سالب فمعنى كده إن القانون هيبقى سالب R يساوي بعد مركز الكتلة الأولى عن نقطة الصفر أنا قريدي فارض نقطة الصفر عندها فبقت بصفر في أم واحد بصفر طب R2 بتبعد قد إيه؟ عن نقطة الصفر اللي أنا فارضها برافو عشرة ولكن بالموجب ولا بالسالب بالسالب على مجموعة كتلتين وهو هيكون مديني الكتلتين فأقدر أجيب بعد مركز الكتلة المشترك أو لو فارضتها عند R2 نفس الكلام أو لو فارضتها عند R نفس الكلام الR هي اللي تبقى بصفر وديب R وديب عشرة وديب عشرة ناقص R لو فارضتها هنا فالR2 بصفر والR واحدة تبقى بموجب عشرة والR2 واسوري الR دي هتبقى بR وهكذا وتعوضوا ديب البعد فده كده اللي هو طلبه في الوحدة دي من الدرس ده طيب لو كان الجسمين في الاتجاه X فعشان كده بنقول ان القانون هو R هو نقطة على الخط ده لو كان الجسمين في اتجاه Y فورضت هيبقى R هو نقطة على الخط ده طيب لو كان الجسمين مش على X ولا Y هم في النص وبالتالي النقطة المشتركة دي أو مركز الكتلة المشترك هيكون ليه إحداثة X وإحداثة Y وبالتالي لو أنا عايز أجيب مركز الكتلة المشترك فهجيب الإحداثة X بتاعه عن طريق إن أنا هشيل كل R وحط X يعني إيه؟ يعني إيه الإكس دي؟ هي مركز بعد الإكس المركز الكتلة واحد يعني هيقول لي إن الكتلة واحد دي مركزها عند النقطة أثنين واربعة وديت وليكن عند واحد وخمسة فمعنى كده إن الإكس واحد باتنين ضرب الـ M واحد زائد X اثنين في M اثنين على مجموعة كتلتين والـ Y نفس الطريقة Y واحد M واحد زائد Y اثنين M اثنين على M واحد زائد M اثنين الـ Y واحد اللي هي أربعة الـ Y اثنين اللي هي خمسة وعوض واجيب مركز الكتلة المشترك طيب فهو ده الجزء اللي هو طلبه الجزء اللي داخل في الهيكل إنه هو جايب لي الشكل ده إن أنا أكون فهمه فهو رسم لي هنا إيه؟ رسم لي هنا الكتلة واحد والكتلة اثنين ومركز الكتلة المشترك ما بينهم طيب وبيسألني تحت اتفنن دايما مركز الكتلة بيكون على الخط الواصل ما بين مركزي الكتلتين طيب هنا بيقول لي إيه؟ في الحالة الموضحة في الشكل ده تتوقع مين الكتلة الأكبر ففكروا فيها ثانيتين وبعد كده شوفوا الحل طيب إيه الحل؟ بما إن مركز الكتلة أقرب للكتلة M واحد وبالتالي M واحد هي أكبر من الكتلة M اثنين زي ما اتفقنا إن مركز الكتلة المشترك بيكون أقرب للكتلة الكبيرة وبالتالي M واحد أكبر من M اثنين طيب والأسئلة كلها عليها سهلة وبسيطة أهم حاجة إن احنا نرسم كويس ونعوض كويس طيب تعالوا نشوف المثال ده لو احنا عرفنا نحله بيبقى احنا كده الوحدة بالنسبة لنا سهلة وبسيطة هو بيقول لي مجموعة الكونتينيرات ديت مديني طولها 6.1 وعرضها 2.4 وارتفاعها 2.6 عايز إيه؟ عايز إيه هو مركز الكتلة المشترك طيب أنا عندي هنا أول حاجة لازم أتأكد منها في السؤال هو السؤال ده في كام إحداثي فهنا مديني إحداثي X اللي هو في الاتجاه ده وإحداثي Y اللي هو في الاتجاه ده وإحداثي Z اللي هو الارتفاع فأنا كده هيطلع لي مركز الكتلة المشترك هي نقطة لها ثلاث إحداثيات X Y Z وبالتالي أجيب الإحداثي X إزاي؟ عن طريق أن أضرب الإحداثي X لمركز الكتلة الأولى في كتلتها وهكذا أنا عندي كم كتلة؟ عندي خمسة واحد اتنين ثلاثة ونخلينا دي اتنين ثلاثة أربعة اللي هي تحت خمسة اللي هي فوق على مجموعة الكتلة وهكذا طيب تعالوا ناخد مثال يعني إيه؟ الإحداثي X لمركز الكتلة الأولى نفس الكلام هنعمل لي Y ونفس الكلام هنعمل ل Z على مجموعة الإمات و Z1 في M1 زي Z2 في M2 على مجموعة الإمات طيب تعالوا نجيب مركز الكتلة للحاوية الحمرة هيكون الإحداثيات بتاعته إيه؟ والحاوية الخضرة والحاوية الأورنج والحاوية البربل أو البلو بعد كده البربل طيب تخيلوا معي الحاوية الحاوية دي هي جواها فراغ كده جواها هو صح؟ طب مركز الكتلة فين؟ اتفقنا أنه بيبقى في المركز الهندسي للجسم يعني إيه؟ تخيل الوجه اللي قدامنا ده فين المركز بتاعه؟ في النص في النص يعني في نص الـ X وفي نص الزد يعني عند نقطة نص الـ 6.1 اللي هي 3.05 وعند نص الزد اللي هي 2.6 اللي هي 1.3 طيب أنا بقول إن هي لأ اللي جوا كمان فالجوا كمان دي أنا تحركت في الـ Y يعني في نص الـ 2.4 اللي هي 1.2 فكده الإحداثي بتاع مركز الكتلة دي هو عبارة عن 3.05 في الـ X وفي الـ Y 1.2 وفي الزد 1.3 طيب الحواية الخضرة لها نفس الإحداثيات ولكن هي تحركت في الاتجاه ده اللي هو أنه اتجاه الـ Y فالإحداثي Y هو اللي هيختلف معايا لها نفس الـ X ولها نفس الزد طيب الـ Y هتساوي إيه؟ هي في نص اللي حاوية من هنا معنى كده أن بعدها من نقطة صفر هو اللي 2.4 دي كاملة زائد نص اللي 2.4 بتاعتها ف2.4 زائد 1.2 اللي هي 3.6 طيب طيب نفس الكلام للأورنج الأورنج ليها نفس إحداثيات الخضرة ولكن تحركت في الاتجاه X فالـ X هو اللي هيختلف فليها نفس الـ Y وليها نفس الزد طيب الـ X هيختلف هيبقى إيه؟ هيبقى عبارة عن الـ 6 وينت واحد دي كلها وهي مركزة هنا يعني زائد نص الـ 6 وينت واحد يعني 6 وينت واحد زائد 3 وينت Late 5 يعني 9 وينت Бы 11 طيب الحاوية الزرقى ليها نفس الخضرة ولكن اتحركت في الـ Y فليها نفس الخضر يعني ليها 3.05 وليها Z ولكن اتحركت في الـ Y فالـ Y بتاعها عبارة عن ايه؟ الـ 7 وينت hepat 4 بتاعت الحمر الـ 2 وينت exactamente الخضرة ونصف الاتنين بوينتها يعني 4 بوينت 8 زائد 1 بوينت 2 اللي هي 6 طيب والبربل لها نفس الزرقة ولكن طلعت في الزد فليها نفس الـ x ونفس الـ y ولكن طلعت في الزد الاتنين بوينت 6 زائد نصف اللي هي 1 بوينت 3 فتبقى 3 بوينت 9 فنحسبها ازاي هنحسب الاكس ازاي هي الاكس واحد في الام واحد والاكس اتنين في الام اتنين وهكذا ومدين الامات بيقول ان كل الحويات كتلتها 9000 مع عدل حمرة كتلتها 18 فهضرب دي في 18 زائد 9 في دي زائد 9 في دي وهكذا واجب الـ y هكذا وزد هكذا اجيب مركز الكتلة المشترك ليهم كلهم فدي كده ده اللي مطلوب في اول واحدة جاي عليها سؤالين او ثلاثة في الهيكل فواحدة سهلة وبسيطة والاسئلة بتاعتها مضمونة ان شاء الله فلو عندكو اي استفسار بعتلنا واشوفكو على خير في الواحدة الجاي اشتركوا في القناة